السلام عليكم من الزهلات ديالي والحبيب ديالي كده ابو سعيدكم ومبغيت نقول لكم يعدكم مبارك سعيد ونحن عليكم السحة والسلامة واللي بقى ما صيبت المرازية آجي نوريك طريقة تقليدية اللي كتجي معلك وكتجي واقفة وطريقة سهلة ومقادمة وفرف أهد أقوم بذور حبيبتي اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين واليوما كما كتشوفوا معيها غدا نقدم لكم أول طبق من الحولي ديالي هو المرازية للصراحة كتجي تبنينا بنينا وجتوا واقفة وكل ما شافها عجباته وكل ما دلقها كتجي تعجبه هنا كما كتشوفوا ضروري كنحن يما نديروا الملوجة يما نديروا العنقرة وهي باش كتجي زمينة وكنا كنعرفوا وليدنا ديالزمان كنك يجي أخدوها من العنق يعني ملعنقرة اللي دروري يكون فيها بعطرية المرازية اللي كتجي تكون في سيبيسا وعقولها مطحونين ومعها القرفة البزار معلقة كبيرة ديالزمان سكي جبير لكركم وهنا درت الزعفران ودرت الملوين وهنا درت تقريبا واحد نصد كس ديالزيت زيتون وهنات الملحة لبنات اللي صراحة خصتكم في أي دار هذي لكتلكم ديالفلور اللي كتكون ديالهيمالايا زمينة بزيف أنا أخذتها من الأسواق الكبرى هذي فيها لابراي هي فيها كطحنها وزمينة البنات هذي صحية للملحة العادية اللي كان ناخده هذي من بعد وغنقول لكم شنو كتاب وهذي كسام نور كيغل مباق اللي غيستغمون كبار غصا في لحام في الحوت هنا كما قلت لكم كاست درتوا ما بين الماء والسخون والزعفران وشفي الدميمة ديالزعفران صافي هنا غادي نحاول نخلط كل كما قلت وضعت الملحة ديال كما قلت لكم صافي هات العطرية ما نبقى نزيدة لاوال والبنات هي لغنا نرقد فيها اللحيمة ديالي وكان خلات قريبا واحد ساعة 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 ونسلكتهم مزروبين ما كشوش مزروبين كدروا في الليل وصبح كالطيبة هيا المرضية قد ما شغبت ديك العطرية قد ما مزيان صافي هنا كنناخد لحيمة ديالي كما قلت لكم وكانت نخشي بالواحدة بالواحدة حتى كنحاول نكمل الكمية كاملة اللي عندي ليا لحم وهنا لبنات أنا ما كنستعملش البصلة لانا كما قلت لكم إلي درتوا بالبصلة كتسمى البرقوق باللحم لما قلت لكم هنا في الأخير عبش غنزيت تقريبا واحد خمسة لصوص دلتو ما كبار اللي كان نضيفهم حتى الآخر برش كتبق لي مجاهدهم اللي كان ديره في الكوكوش انها كتبقى شهاية دلية كما لاحتوم مدرسة معكم في الأول وكو واحد كي يتلتو ما قلتوا في الأول ودروا في الأخر مش موسكي بلا تكون في الترقيلة صافي هنا يا بعد مرقة تلحيمة ديالي غدينا مباشرة نخليها ترتاح ونطلقهم اللي غمنا نطيف فيها وهنا بعد ما خليتها رساعة تقريبا خليتها أنا ساعتين ونصر كان عان دلوقت الكافي صافي هنا مباشرة أغلنا أخذ الكوكوش ما غندير لازي يتلويله اللي بغا تدير شي بصلة صغيرة راكدوا بديرها فهي خصطي بكي ما كتلكم الترق ونبكري كانوا كي طيبوا وكي خليوا منها مثلا للمرة أخرى بشي يكلوا صافي هنا بعد ما سديت عليها صافي هنا كتكون بقى شوية البلول ونضرور من الصراحة نصيحة تديروا منها العسل يكون يعني حر ما تديروش العسل ديال السكار أو لا تديرو السكار اللي ما عندكم مش العسل هنا كان عندي واحد نص كاس ديالثبيب لالقطة في الماء صفيت واخويت وتهوايا صافي هنا خصت تقع حر لي وخصت توقف لي المرقا وكنزين معلقة ديال القرفة هنا تسعملت أنا العسل اللي كان عندي حره ولي درت صافي هنا يا غمدان نخلط فيها باش العسل يطلع لي وطلع لي مع العسوس خصت تستغيض وتوقف هنا تسعملت تقع حرش والجوز وقفة محلوماتها مواني صافي هنا يا شوف المرايقة كيف شوقت لي بدي كلاسيلة مع المرايقة كتجي خاطر وخصت تجيالها تشكل هذا هذه الأصيلية التقليدية شوف هنا من غمدان حطفها في التبصيل شوف كيف شك تجي كتجي اللحيمة بينها وزبيب بين كل شي اللي حتي تشوك يجي بين أهم حاجة تكون واقفة للمرقة دياركم وهذه المروضية ديالي كنت منتنا لإراداكم وتعجبكم وما تنسوا ليش حبابي من لايكات ديالكم ترجعت ديالكم وليجا ربطة صفلي التطبيق أرابيكم باش كانت تحمس وكاته كنبقى نحط فمنك تبتلية موتيفاسيون صافي ما كان بقاش نحط شوف نقول لكم سلام عليكم خليتكم في حالة لا يطلقوا في وصفة